ليه كده؟ ليه كده؟ الله يكون في عون الناس يعني تخيل نفسك في المشهد ده فجأة كده المطرة نزلت عليك وحصل فيك المشهد بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ مش عارف تعمل اي حاجة يا تقعد في العربية يا تخرج تقعد في الشارع والعربية تغرأ او عربية تعطلت طبعاً وعربية دخلتها المية اصلاً في عربية دخلتها المية فوقفت خلاص لحد عارف يزوق الناس هتزوقوا فين؟ هتنزل تشمر هدومها يعني؟ بقى العربية اللي وقفها دي هيتعمل معها ازاي؟ شوفوا المية ارتفاعها اديه؟ بصوا حضراتكم مشهد صعب وهادي عربيات الناحية التانية بتشين مية لكن عربيتين مش كافيين مش كافيين يبعاتوا عربيات يا جماعة زيادة زودوا عربيات عشان تشيل المية دي المية دي عزة عشرين تلاتين عربيات تشيل عشان هو بياخد مية وبروح حتى ينزل المية يوب عربيات تانية موجودة مع المال بياخد مية وروحه ييجي شايفين المشاهد اللي قدامكم؟ ناس بتبعت رسائل فوق خيالكم من مكان ده هو ده اصعب مكان دلوقتي موجود أصعب نقطة حاليا فيها هذا تجمع الهائد من العربيات ومن الناس الذين يبحثوا عن أمل يبحثوا عن انقذونا يبحثوا عن تحرك إلحقونا يا جماعة إلحقونا بشوية مية إلحقونا بشوية أي حاجة الناس عملت يبعث له والله على التليفون الخاص وعملين يبعثوا الزملاء وزملاء يبعثوا لنا فين يا جماعة؟ فين مسؤول؟ هنا مش فيه حي المنطقة دي مش ليها حي مسؤول وسيادة المحافظ مسؤول المنطقة دي تبع مين يا جماعة؟ تبع مين؟ ما تقولولنا؟ ازاي ما حدش يتحرك كده؟ اتحرك بعد ما يحصل اللي يحصل بعد طب كنا فين قبل كده؟ الله قلنا اتعمل مليون اجتماع يا جماعة تبوا مستعدين لمسلم الأمطار يا جماعة جاهزوا عربيات لمسلم الأمطار يا جماعة كل واحد محافظته يجاهز نفسه لمسلم الأمطار وشوفنا جاهزين لمسلم الأمطار شوفناها دلوقتي اهيه؟ مش معقول؟ ما هو ده مش هتكاشف على انا استعدت ولا مكنتش مساعد انا كنت جاهز مع عربيات ولا مكنتش جاهز هل العربية اللي عندي كافية ولا مش كافية؟ لو انا قلت ان انا عايز عربياتين وكنت بحتاجة عشرة يبقى انا هنا عملت تقدير غلط لو انا بعضت عربياتين ومحتاجة عشرة وعملت تقدير غلط ايضا يبقى لازم ابعت من الاول يبقى عندي عشرة عربيات في المنطقة الفلانية وخمس عربية في المنطقة الفلانية وهكذا عشان نلحق الناس ما نقابش الأزمة دي اللي كنتم مش رافه بس سنين قبل كده قال لي إيه النهاردة في الجيزة قال لي إيه النهاردة في طريق الوحاة وأقول لكم من الساعة سبعة كلام ده ولسه الناس وقفة الناس بيقولولي والله من الساعة سبعة وقفين معرفين ما وصلنا بيوتنا لدرواء من الساعة سبعة في الحتة دي وناس منهم ساكلين في حلقة الأهرام ماشيين من المدينة الساعة سبعة بيقولوا والله لدرواءات ما وصلنا حتى تخيروا من الساعة سبعة لدلوقتي عشان يوصل حدايا الأهرام هو إيه بقى إيه اللي بيحصل